السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتهم هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم سنشارك معكم اقتراح من اروع اقتراحات الممكن انكم تحضرهم سواء المائدة القوتي ديلكم او لا تحطونها في المائدة الليشة مع شربة او لحللة تدوزو بها كيجيو خطير فطائر محشية وحد حشوة اللي معلكة عاجينة اللي خفيفة قطنية مع اضافة اللي كتعطيهم واحد البنة اللي زوينة بزاف اكيد هذه الوصفة سيتجربوها وتنال الاعجاب ديلكم فكيف العادة ما تنسونيش فقط غيم لايكاتكم للتشجيع ما ديش نطول عليكم وخليكم مع الفيديو الاخير اكتشفوا معنا المقادر وكذلك كيفية التحضير فعلى بركتي اللي غدي متابعكم بتحضير العجين اولا بالنسبة للعجين فغدي ناخد هنا واحد نسك أزلي المالي هو دا فيه نضوب في واحد الملعقة صغيرة دي الخميرة مع ملعقة صغيرة دي السكر اللي كتبقى دائما اختيارية كنناخد هنا نسكيلو الى 500 جرام ديال الدقيق اللي من افضل تكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات وغدي نضيف ليها هنا ثلاثة المعالق الكبر ديال البودرة ديال الحليب هناك كاستخدمها دي النوعية هادي ثلاثة المعالق هنا ديال البودرة الحليب الى ما توفرش عندكم ممكن تعوضوها بالياغورس طبيعي وما تقولوش لي واش نعوضها بالحليب لان لا يا اما بودرة الحليب يا اما الياغورس طبيعي باش تحصلوا لديك العجين لكي يكون قطني وخفيف اضفت لي شوية ديال الملحة وغدي نضيف عليهم هنا ربع كاس ديال زيت النباتية ما بين ثلاثة احت الاربعات المعالق ديال زيت النباتية سوفيك نضيف عليهم ذاك الخميرة وذاك السكر ونبقى كنضيف هنا الماء بالتدريج فضفت نسب كأس عفوا وضفت هنا هي كأس ومن بعد غدي نضيف واحد الكيمياء اضافية ديال الماء تقريبا غير هزلية هذه العجينة وجوش كؤوس ديال الماء بالنسبة للعجين اللي كتكون طرية يعني ما كتكونش قاصحة وما كتكون شعي بزاف بزاف كرطط في اليدين بحلقة طرية نوعا ما كيف تلكم هزلية جوش كؤوس ديال الماء ويقدر تليها غرص طبيعي قد تهزلكم كيمياء اقل للعجينة هذه متحتاج لها درك ولا مجهود لي هو كتير يعني غير اجنوات نساج ملكم العجينة مزيان سوف ندهلية هنا الوجه ديالها بشوية ديال الزيت ناباتية نغطيها بلاستيكا ونخليها كاكا تختمر ويضع في الحجم ديالها فتلقاتنا هذه غدي ندوز نحطر معكم الحشوة بالنسبة للحشوة فقدرت انا هنا واحد البصلة هي كبيرة مقطعة وواحد الحبة ديال الخيزو كذلك كبيرة محكوكا ستليوم هنا شوية ديال ملحة شوية ديال البزار وزيت ناباتية وكنشحرهم مزيان مزيان حتى ينزلوها كاكا وكيتقلوا سوف نضيف هنا شوية ديال كورجيت اولى فلفلة ممكن بطبيعة الحل من بعد نضيف هنا كمية ديال الدجاج اولى ديال لدد اللي توفر عندكم واحد فهد الجوج صافي وكنشحرهم كذلك حتى يقبط راسهم مزيان وعد كنخلطت شي كل شي مع فضيته وكنشحره حتى يتخلط طيام اما بالنسبة للثوابي فهذه الحشوه هذه مكتحت الثوابي اللي هي كتير فاطفتنا نغير شوية ديال بودرة ديال التوم اولى التوم محكوكا وشوية ديال التحميره صافي كيف تليكم وكنشحرها حتى يدخلها طيب اولا كطب لنا مزيان سنحيدها هنا جانبا وفي نفس الوقت سناخذ واحدة الكسرولة سنضع في واحدة ملعقة كبيرة اللي تكون عامرها كذلك الزبدة سنخلي ديال الزبدة اللي حتى غادي تدوها كايا على خطرها دايما زبدة انتو مكتدوها ما تجهدوش عليها مر وش مكتتحرقش لكم يعني مسألة لي عادية جدا سوفينا هنا غدي نحاول نحركها وش غادي ندوبها انتو ما كيف كتشوفوا معايا فضل مرحلة هدي غادي نضيف لها واحدة معلقة كبيرة ديال الدقيق وغادي نخلطها داك الدقيق مع زبدة مزيان زيان هنا غادي ندير طريقة ديال البشاميل غير هي غادي تكون بشاميل اللي هي تقيلة يعني ما غادي تكون البشاميل لقاوام ديال هاللي كاتعرفوا القاوام اللي هو كريمي غادي تكون شي شوية ثقيلة ولا شي شوية خاطرة ووضفت لها هنا كأس ديال الحليب وغادي نضيف لها هنا ربع كأس بدل ما نضيف هنا تقريبا لك جوج كؤوس ديال الحليب فاضفت لها غير كأس وربع ديال الحليب غادي نضيف هنا شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار طابعة الحال ونبقى بالتحريك المستمر حتى كتكاتف معنا السلسة ديالتنا ها كانتو ما كتكاتشوف معي بدا تكاتل هنا غادي تكون تقيلة شوية كيف مكلكم على القاوام المعتاد عفوان ديال السلسات البشاميل هناك إضافة غادي نضيف هنا جوج قطاع ديال الجوبن الخاص بسندويش هنا بطعم ديال الشيدر او لا تديدو المتزرين لا او لا تديدو الجوبن الأحمر غير باش كيعطيها ديال القاوام ديال الجوبن هاكاية وتحسو بها نتكونك تاكلوها في الحشوة ديالكم لان الحشوة كيف ستلاحظو معي كي يولي القاوم ديالها كريمي كتجيها كوحد حشوة لي يمعلكا كتجيها كوحد القاوم فيها كريمي فما الأفضل انكم تضيدوها كاشي شوية ديال الجوبن الخاص بلا كاشي شوية ديال الشيدر باش كيعطيه طعم ليه وباين باش مين كتاكلو الحشوة ديالكم وكتحسو بذيك التعليكة وبديك التراوات ديال الفروماج كتظنوا أن ذيك الكيمية كاملة فروماج هي بالعاك صغير سلسة مازالة غدي تبرد وطقبط فراصها ولكن نصند ويتشات ديالكم اول الفطاية ديالكم بعد الفشكي طيبو فالفشكي كونو سخان اول دافين كتقى ديك الحشوة كريمي اياكا وكتعاوذ تطلق فصف هنا غدي نخلي الحشوة ديالي كتبت باش ما تقطعش لي العجينة من البد وكندوز العجينة ديالي كيفشو معي بعد ما خمرات وبدع في الحجم ديالها كندهان سطح العمل بشوية ديال الزيت وغدي ندوز غدي نقطعها بالنسبة الحجم فهو كيبقى اختياري وكذلك الشكل اولى طريقة تشكيل فهي كتبقى اختيارية انا اليوم غدي نديرها بشكل فطائر اللي غدي نكونوا مدورين هكا بحال شكل ديال الغريسات ممكن نديروهم طوالين بشكل ديال الباكت فانا قطعت هنا يا ستاشر قطعة غدي نحاول انني نعبرهم في الميزان باش يجيوني قطقت فدرس فيهم ما بين 50 و 55 جرام يعني كتكون ديك 53 او 54 او 50 يعني المتوسط كيكونوا ما بين 50 و 55 جرام يعني الحجم ديالهم كي يجيوا هو هادك بغيتوا صغر فرانتوما كتقلب طبية الحال بغيتوا اكبر هكا صوندويتشات بشكل اللي هما طول فرا غدي تزيدو في الميزان صديقا ناخدوهم هنا كيف كتلاحظو معي وكيف العادة كنقرس القريصة ديالي وكان دائما كنركز على الجوانب لان الجوانب هم ولي كيف قوي جميعوها كامل اللي تحت فحولوا انهم ترقوهم شوية وتخليوا الوسطانيش شوية غلط من بعد ما كنجمعوهم وكلصقهم زيان كنحاول نقرسها واحد شوية وكنخليها اشغلها يضا صديقون ناخدها وكنوضعها مباشرة في واحد اللطة اللي كتدهنوها بشوية ديال زيتها ولا كترشدكها ولا ك تفرشو كتلاح ديال ورقتها هي كيف كان ديال دائما انا مهيما غدي نستمر حتى غدي نكمل يعني شكل ديال كيمية كاملة فادلقتنا قادي فانا درت الفرن ديال كيسخون مسبقا طبيع الحال باش للفطائر ديال نوم كيجوش هكا قاسحين من تحت ديالهم وكنناخد هنا كيمية ديال جبن احمر اللي هو ايضام طبيع الحال خليت واحد نصف مصلاح اللي قطعتها شرائح طولية صغيرة ورقي وقع عفوان بززيف وقطعت كذلك شوية ديال مدنوس كان خلطهم مع بعضياتهم به ومن بعد كنناخد الخبيزة ديالي او الفطائر ديالي كندهنهم شوية ديال البيت باش كيبغي يعرفون كيف كتليكم اللي لصقنا علي هاداك الفروماج وديك البصلة واحد الاضافة اللي كتجيزوينة بززيف وكتعطي واحد النكهة واحد البنة اللي يزوينة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم فاصل في من بعد ما كندهنهم كامين بالبيت كيف شتو كناخد ديال تخليطة اللي درنا فيها الفروماج البصلة والمدنوس وكنديروهم هكام الفوق كتروا ولقلو المهم هو انه كيعطي منظ وكيف كتليكم كيعطي حتى اضافة اللي هي زوينة ذيك البصلة هكام مع الفران فهي بحل كتشوك تتعطي ذاك البنة ديال البصلة اللي كتعرفوه هنا غد ناخد واحد الكوردون وغد نتقبهم من زيان زيان هكام الفوق باش ميت نفخوش ليها كا ويتتردقو ومباشرة الفران الفران اللي كيكون مسخن سواء فرن غازي ولا كهربائي النار اللي كتكون توسطة من الاسفل يطيبو بعد كتتحمروهم من الوجهة ديالهم كي يدبلينا الفروماج وكيتتحمر طبيعة الحال ص هذا هو الشكل ديالهم بعد ما اخرجهم من الفران كيفشتو من بعد ما طابو هكا واخدو الويين من الاسفل كذلك تحمرو هكا من الوجه ديالهم كنحيدوهم مباشرة ملاطا بقين سخان كنديرهم فوق واحد شبيكة او منيدل باش مكي عراقوش لينا هكا من الاسفل وكي ينديو او كي يفزقو صافيو كي تقدمو سخانين او لدفين مع الكوية زيلتي هكا في العشية او كيف تلكم هكا مع شربة خصوصا مع شربة في العشية او في الليلة كتجي خاطيرا كيج في واحد الفدق شكرا دائما لحسن المتابعة وإلى فيديو قادم ان شاء الله ناس سلامو شكرا